بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته السستاني يفشل في إثبات وجود الإمام الغائب ثم يدعي النيابة العامة عنه بالحقيقة الخراب والفساد في المجتمع الإسلامي لا ينحصر في طبقة الحكام ولا في فئة الرأسماليين والتجار ولا في القواعد العامة الجاهلة ولا في جوانب عديدة يعني في جوانب الأمنية والجوانب العسكرية وإنما أيضا هذا الفساد والخراب موجود في ما يسمى بالحوزات الدينية والمعاهد التي تدعي دراسة الإسلام وفهم الإسلام وبعضها يدعي أنه هو فقط الذي يفهم الإسلام أو يفهم التشيع ويفهم مذهب البيت ولكنه ينطوي على فساد كبير على خلل كبير ولا أريد أن أتحدث عن الجانب المالي أو الجانب الاستخباراتي الموجود في الحوزة وإنما تحدث عن الجانب العلمي يعني لدينا كثير من العلماء أو الذين يدعون العلم ويتصدون للمرجعية ويتصدون لتدريس العلوم الدينية في الحوزات العلمية السنية والشيعية ولكني أتحدث الآن عن الحوزات الشيعية وبالذات حوزة النجف التي تدعي أنها هي تمثل خط أهل البيت وتشكل امتداداً للإمامة والأئمة والأنبياء أيضاً ولكن المشكلة أن الأبحاث الألمية ممنوعة في هذه الحوزات الدراسات الاجتهادية الاجتهاد ممنوعة في هذه الحوزات وخاصة فيما يتعلق بمسائل تاريخية أو مسائل عقدية هذه أمور ممنوعة ويشنون على أي طالب أو أي عالم يقوم بخطوة نحو الانفتاح أو نحو الاجتهاد أو إعادة النظر في بعض المسائل يشنون عليه حملة تهريجية ويعني إرهابية في الحقيقة حملة إرهابية شعواء وربما يشكلوا له محاكم تفتيش ذا كان بأيديهم حتى يقمعوا أي فكر جديد ويرسخوا ما ورثوه من أبائهم وأجدادهم في هذا الموضوع لدينا مثال بارز وصال أمثلة كثيرة طبعاً وقد تحدثنا عنها سابقاً ولكن لدينا كتاب اسمه المهدي المنتظر الفكر الإسلامي هذا الكتاب صدر في محرم الحرام 1417 من مركز الرسالة للدراسات والبحوث التابع طبعاً لمكتب السيد السستاني دعنا نرى هذا الكتاب كيف تعامل وتعاطى مع الكتاب الذي أصدرته في ذلك الوقت وكنت قد نشرته في الحوزة بشكل يعني ديسكات صغيرة أيام جمعاً في 93 يعني قبل ذلك قبل ما يصدر هذا الكتاب بحوالي خمس سنوات أربع خمس سنوات وأنا كنت يعني قد قمت ببحث موضوع وجود الإمام الثاني عشر وقمت بهذا البحث بالصدفة يعني لم يكن مسبقاً أنوي الكتاب عن هذا الموضوع أو دراسة هذا الموضوع كان بالنسبة إلي أو عندي هذا شيء مسلم فيه وشيء أكيد يقين عندي فيه يعني ثابت لأنني ولدت على هذا الفكر وتربيت فيه ودافعت عنه وكتبته وبلغته وبشرت بهذا الفكر الإمامي الاثنى عشر ولكن عندما بدأت سنة 88 بدراسة نظرية ولاية الفقيه وهذه الدراسة جرتني إلى بحث هذه النظرية في ما يسمى بالغيبة الصغرى والغيبة الصغرى جرتني إلى بحث موضوع وجود الإمام الثاني عشر ثم موضوع الإمامة بصورة رئيسية وكتبت الكتابي المعروف تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه وكان نضمن ثلاثة أجزاء الجزء الثاني منه كان يتحدث أو يحمل هذا العنوان الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية عندما أنجزت هذا الكتاب سنة 92 كتبت رسائل إلى عدد كبير من علماء الشيعة حوالي 401 في سنة 1993 ودعوتهم للاطلاع على هذا الكتاب ومناقشته والرد عليه قبل ما أطبعه وقبل ما نشراه وتوصلت بالعديد منهم أن يقوموا ب يعني نقده على الأقل وتصحيح ما فيه وإذا كان أدوم أدلة تثبت ما أنا لم أتوصل إليه ممكن أنا أحرق الكتاب وأتخلى عنه ما متبني الكتاب يعني ولا مستعجل لنشره ومن الناس الذين بعثت لهم هذه الرسالة لسيد علي أسستاني اللي كان هو تقريبا صعير خليفة الإمام الخوئي اللي كان توفي ذي كل أيام فبعدت له رسالة أدعو فيه للاطلاع على كتابي ومراجعته ونقده وكذا ولم أستلم منه ردا مباشرا كطبيعة معظم الذين أرسلت لهم الرسالة لم يردوا ما عدا عدد محدود جدا ولكن مؤسساته الألمية مؤسسات السيد السستاني نشرت منذ ذلك التاريخ أدت مئات من الكتب حول هذا الموضوع ومن بينها كتاب بكلم مجهول شخص مجهول بدون اسم المؤلف يمكن حسب ما قال لبعض الأخوة أنه مجموعة من المشايخ والأساتذة في الحوزة وخاصة في حوزة السيد السستاني اجتمعوا وكتبوا هذا الكتاب ولكن طبعا لما يحطوا الاسم عليه لو حطين اسمهم أو اسم واحد يتبني الكتاب كان هذا يعني كان محترم الكتاب أكثر وعدم وضع اسم المؤلف على أي كتاب هذا يقلل من كيمته الألمية ولكنه بالتالي يحمل توقيع مؤسسة الرسالة التابعة لمرجعية السيد السستاني ولست أدري في الحقيقة فيما إذا كان الكتاب بكلم السيد السستاني نفسه هو باحث الموضوع ومناقشه وكتب أو أن السستاني نفسه قد اطلع عليه أو وافق على نشره ما أعرف أو بعيدا عن علمه تماما كما بعض المؤسسات تقوم به نشر وكذا وأصلا ما يراجعون المرجع لا أعرف بالضبط حقيقة ولكني سأصطلح على مؤلف هذا الكتاب بالكاتب السستاني يعني التابع للسستاني نسبة إلى المرجع السستاني وأنوان الكتاب هو المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي ومع أن الكتاب صدر عن مؤسسة علمية تؤنى بشؤون الفكر والتراث والعقائد الدينية الإسلامية هكذا تقول يعني وتهتم بنشر فكر أهل البيت عليهم السلام وتتبع أو تتبع إحدى أكبر المرجعيات الشيعية وهي مؤسسة الرسالة التابعة لمؤسسة رافد التابعة لمرجعية السستاني إلا أن الكتاب لم يقدم جديدا في بحث موضوع الإمام المهدي وإنما كرر أو لخص ما كتبه قبل ألف عام جمعوا الكتب ولخصوها وجمعوها يعني مئات الكتب التي صدرت خلال هذه العشرين سنة الماضية أكثرها كانت تبحث جانب واحد من الأدلة جانب أو جانبين ولكن هذا الكتاب بالحقيقة يجمع بين كل الردود أو بين كل النظريات في محاولة إثبات وجود الإمام الثاني عشر وإنما هذا الكتاب كرر أو لخص ما كتبه قبل ألف عام لدى تأسيس المذهب الاثنى عشر في القرن الرابع الهجري قبل ألف سنة يعني من قبل ما يسمون بمشايخ الطائفة الصدوق والمفيد والمرتضى والنعماني والطوسي من دون أي نقد أو مراجعة أو إعادة اجتهاد فيه يعني المفروض واحد لما يبحث موضوع جديد علاقة يضيف الرشي من عنده يبحث سند الروايات يقارن بيناتها يضعف رواية يقوّر رواية أبداً جمعين هالأفكار اللي كانت مطروحة سابقاً في هذا الكتاب وقد اعتمد الكتاب المناهج المعروفة التقليدية في عملية إثبات وجود الإمام الثاني عشر يعني وهي أولاً الاستدلال الغيبي اثنين منهج القياس ثلاثة منهج التأويل التعصفي للقرآن أربعة منهج الاستدلال الافتراضي اللي يسموه العقلي خمسة منهج الاستدلال التاريخي أيضاً دعاء بذلك ولكنهم الحقيقة روايات وإشاعات ستة منهج الاعتماد على علماء الأنساب يستعينون فيهم وذول علماء الأنساب يثبتون وخلص بعد سبعة منهج الاستشهاد بالخصوم إذا خصوم الشيعة الاثنى عشرية مثلاً ذكروا شيء معين فهذا جديد يصبحوا حجة وسوف نستعرضها هذه المناهج كلها ونناقشها بالتفصيل في الحلقات القادمة ولكن نحاول نشوف شنو موقفهم الأولي كيف تعاطون مع مواحد مجتهي جديد يعني لو تذهبون أنتوا لأي جامعة مثلاً وطالب أو أستاذ في الجامعة جاب نظرية جديدة علماء تلك الجامعة يجتمعون وربما يعقدون ندوات ومؤتمرات ويدعون لها علماء آخرين لكي يقيموا هذه النظرية جديدة أو يردوها أو يقبلوها أو يشكرون صاحبها مثلاً في الحوزة ما فيها شيء هذا أدنى أفكار موروثة ونحن نايمين عليها وأي واحد يجي يناقشها أو يردها أو ينتقدها فيصبح أدو الله وعدو رسوله وهذا يخرب المذهب الشيعي وخرب الإسلام والمسلمين فهذا الكاتب استستاني ينتقد لا ينسى انتقاد أعداء الله وأعداء الإسلام الذين كما يقول حاولوا على مرة تأريخ أن يضعفوا العقيدة بالمهدي وأن يسخروا الأقلام المأجورة للتشكيك بها صاروا عملاء وجواسي سنائدنا كما كان الشأن دائماً في خلق وإيجاد الفرق والتيارات الضالة والهدامة لاحتواء المسلمين وصرفهم عن التمسك بأقائدهم الصحيحة والترويج للاعتقادات الفاسدة مثل ما حصل في نحلة البهابية والبهائية والقاديانية والوهابية هذا في صفحة 178 هكذا يقول طيب